مشاهدينا قبل أيام طلعت نتائج الثانوية العامة طبعا نبارك لكل الخرجين ونقول لهم شدوا حيلكم المرحلة الياية أصعب لكنها أجمل بإذن الله ونقول أيضا حق اللي ما قدر يشتازل اختبارات شدوا حيلكم أكثر وأيضا وحاقوا كرروا التجربة راح تقدرون متتخرجون مثل زملائكم بإذن الله معانا اليوم طالبة تميزت بدراستها ونتيجتها تبارك الرحمن وقدرت أنها تحصل على المركز الأول كأعلى نسبة بالقسم العلمي نرحب بالطالبة دانا الكندري حياتش الله وألف مملك التفوق ومبارك عليك بعد الشهر حياتش الله وسعيدين اليوم وجود طالبة كويتية متفوقة من الأوائل في القسم العلمي بس مثل كل سنة دائما يقولون الامتحانات كانت صعبة أنا ما رح أسئلك إذا كانت صعبة ولا لا لكن بصعوبتها هل كنت متوقعة هذه النسبة العالية اللي يبتيها حصلت عليها ولا لا لا والله الصراحة ما توقعت توقعت أقل يعني الصح كانت الامتحانات شوية صعبة فتوقعت أقل بس الحمد لله الحمد لله على كل حالة يعني من اللي كان لتأثير أكثر بهذا النجاح دانا الأهل ولا المدرسات الحمد لله الأثنين وخاصة أهلي وأمي الله خلي هلت إن شاء الله كانوا يساندوني بكل شيء والمدرسات بالمدرسة بعد المدرسات لما أروح يخففون عني قبل اختبار من الخوف والتوتر دانا دائما يقولون المراتب الأولى في الدراسة وعسى الله لا أحد ينضلها يا جماعة قولوا ما شاء الله يقول لش دائما همه في الكتاب 24 ساعة مجاب الكتاب وأهل أصاكين عليه ولا يطلع ولا يروح هل هذا صحيح؟ لا خطأ هذا اللي يقولها الكلام يعني غلطان لازم ترفع عن نفسك يعني مستحيل تدرس ساعات متواصلة لازم تقسم فترات الدراسة على ساعات وتريح تعطي جسم كفاية حيشان ترتاح وتريح ما يصير كذلك نعم شو كنت تتقسمي الوقت جتانا؟ إذا يتم الامتحان أكون تعبانا أنا ساعتين بعدين أقسم موادي على ساعات لا أقدر أقعد شيء متواصل أتعب فحيح تدرسين قبل الامتحانات بفترة أو ليلتها يعني لازم المادة لا يفضل تأخذ فكرة إذا لم تدرس دراسة تأخذ فكرة على الامتحان قبلها بفترة لأن ليلتها لا تقدر تخلص كتابة كبرى أكيد بلا شك إنزيل أنا بشارك تجربة شخصية دائما المواد أنا شخصيا يشدني إذا كان المدرس يعني أسلوبه جيد في الإلقاء وتعاملها جيد مع الطلبة أحب المادة صح أنت شون أكثر مادة أحبيتيها وإن أحبيتيها من المنهج ولا من المدرسة هي صراحة المواد حلوبة يعني إذا تحب المادة لأن تحب مدرسها يعني أبلاتي كلهم أحبهم فأحبيت المواد خصوصا أنا أحب الأحياء لأن أحب أدرس يعني عن الجسم عن كاعنات الحية وتشذي وأيضا مدرستي الأحياء أحبها أوجه لها شكرا أبلهدى تحياتنا لأبوهدى وكل مدرساتهم أحبهم على عيني وراسي أكيد وشنو المادة اللي كانت تقفت صعبة ومليقة وحسين أنك مقادرة تتعلمين وياها المادة كانت تأخذ فترة طويلة مادتين هم رياضيات والفيزياء أنا وياك أنا وياك بهالموضوع يأخذ كمية كبيرة صد فعلا هزين هذه الخطوة واشتستيها لكن الخطوة الياية وين إن شاء الله إن شاء الله طب وين طب إن شاء الله بالكويت ناوي أو اللي بره إن شاء الله قدمهني إذا قبلت أتوكل على الله إن شاء الله يا رب الله يوفقك يا رب بإذن الله الله يوفقك دانا ونشوفت في أعلى المراتب أيضا كدكتورة ونقابلت إن شاء الله بعد شمسنا هنيت تعطينا بالطب أكثر ونصايح إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق الطالبة دانا الكندري الحاصلة على المركز الأول بالقسم العلمي في الثانوية العامة أتمنى لك كل التوفيق حبيبتي كل شكر لك ونتواصل معكم أكيد بعد فاصل صغير بالكويتي راجعين